اغلاق ملف التهجير الذي افتتح بعد دخول داعش لمدن الأنبار مطلع 2014 ما يزال يراوح مكانه على الرغم من التأكيدات الحكومية على انهاء هذا الملف قبل عامين مواطنون في المحافظة أكدوا أن غياب المأوى سبب لبقاء النازحين في المخيمات طبعا نحن بالأنبار عندنا مخيمات سياحية والعمرية اللي لا يزال هناك عوالة تسكن هذه المخيمات بسبب تهدم بيوتها بسبب العمليات العسكرية فنحن نطالب الجهات المعنية بأن تكون لهم الأولوية في صرف التعويضات لانهاء ملف النازحين بالأنبار 1700 عائلة النازحة تقطن في المخيمات في الأنبار ولا حل يلوح في الأفق لانهاء تواجدهم في خيام متهالكة من المعيب جدا نحن اليوم نسمع أنه ما زالت موجودة مخيمات النزوح وفيها عوائل وإعداد كبيرة في ظل الوقت الذي تنعم فيه محافظة الأنبار بالأمن والأمان والاستقرار يجب أنهاء ملف النازحين بأسرع وقت ممكن نعم هناك مشاكل عديدة مشاكل أمنية مشاكل عشائرية لدى هؤلاء النازحين لكن يجب أن تحلو بأسرع وقت ممكن المخيمات في الأنبار لها موازنات مالية للحكومتين المركزية والمحلية فضلا عن دعم المنظمات الدولية في الوقت الذي تحتاج فيه لمدن المحررة في المحافظة إلى إعادة أعمارها فيحب ذا لو هذه المصاريف التي تقدم للنازحين أن تكون للمناطق المحررة وعودتهم بأسرع وقت إلى ديارهم وكذلك صرف مبالغ التعويضات لهم المفروض أول الناس تصرف لهم مبالغ التعويضات هم النازحين من أجل إنهاء هذا الملف الذي أصبح يشكل عبءا كبيرا على الدولة وعلى محافظة الأنبار لقناة الفلوجة سلام خالد الأنبار